الراديو 9090 منطقيين في حوارنا مع الاطفال ومنطقيين هنا بمعنى ايه خلي بالك يا فاطمة ان الاطفال بتاخد الكلام بمعناه الحقيقي احنا بنستخدم الاستعارات المكنية واللغة الحوارية اللي بتتناسب مع عمرنا بالزبط هقولك مثل شهير قوي عمرك ما هتنسي ان شاء الله حكاية مثل ما تقولي ايه لما تبقى متضايق ما تبقى تقولي له ايه اقعد هنا انا مش عايز اسمع صوتك فهم اقصدي انت هنا بتقولي ايه يعني كناية عن ان انت خليك انت خليك قعد هادي هو الطفل بيفكر في الجملة لف زيان يعني ايه مش عايز اسمع صوتك فهو هنا بالنسباله ده طلب غير منطقي فتلاقيه بيعود يبص ولأ ويبقى بالزبط ممكن يعيط ممكن يزعق وممكن ليه لانه هو يشعر في قرارة نفسه ان ده طلب غير منطقي فلازم ننتبه قوي انه قبل ما نفكر يعني ايه قبل ما نفكر في العقاب وقبل ما نفكر في تصعيد الموقف وقبل ما نفكر ان انا يا ترى انا المفروض اعمل ايه هنا ما فكر دايما في السلام يعني بفكر في ايه ان الطفل اللي قدامي ده هو مش بيتصرف كده مع صبخ الاسرار والترصد هو في النوع مثلا التالت ده الواء الربط الشرطي مفيش اي مانع انك تقوليله على فكرة انا عارفة انك متدايق من كذا 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 بس اللي انا بطلبه منك ده ملوش ايه علاقة بالموضوع ولو انا مش عارفة ليه ما اقولوش لأ ليه بالزبط كده او تقولي لأ ليه زي ما قلنا كده او ان زي ما فكرة لما تكلمنا على توجيه الطاقة وفري له بديل مسير يبقى عنده شغف بيه يبقى عنده اهتمام بيه خلاص ايه رأيك نعمل الشيء الفلاني ده لما تحسي انه هو عامل ربط شرطي وزي ما بقولك اهم حاجة في عناد الربط الشرطي ده عشان الطفل يتخلص منه ان احنا مش نحرجه نفهمه ان احنا فاهمين دماغك انت بتعمل كده عشان عايز تاكل حاجة حاجة انت متدايق علشان احنا ما روحناش عندي تيتا على فكرة احيانا انه دكتور ما بيبقاش ديق هو عايز حاجة معينة وعارف انه هو دي عين عليها وبيلفلها يعني فبيبقى شارة ده بدأ ان انا مش حاسكت غير لما تديني احنا اتفقنا ان احنا لعبة جميلة ولعبة عقلية واتفقنا قبل كده برضو ان احنا قلنا كل ما هنبقى دخلنا جوه عقل الطفل يعني بصي خلينا نقول ايه العالم من خلال عيون اطفالنا يعني فهمه قصدي انتي طول ما انتي اولا ده بيدي ثقة للطفل رهيبة ان مامته بالتحديد فهمه وحسه بيه وكده فده بيشجعه بعد كده انه يبقى فيه بينكو دايما تواصل وصدق ثانيا لما الطفل تكشفيه بخف الدم حياله ضعيفة غير الكبار بق فهتلاقي يسكت يعني هتلاقي انه هو مش عارف يعمل ايه يعني هو بيتحرق يعني هو هو مجاهز نفسه على سيناريو معين فانتي هدتي له الموضوع انا ده حصل معايا دكتور ايوة انا بنتي لما تبقى عايزي حاجة كده وقولها لأ بسكوتة بقى بتاعت البيت ومعايا طالي او ام زغزغيها وقولها على فكرة تفش عايزة طاياتي الموضوع بيقلب معاها دحك ونقلب الكونفرسيشن بقى هدية كده ما بلاش كده عشان سنانك بلاش كده عشان بطنك هتنتنقش بالعقل والموضوع بيهدى لو زعقت هتعيط فعلا جامد بالزبط كده هو يعني التلطيف المواقف ده ده على فكرة ده حاجة عظيمة جدا والاطفال على فكرة هم برائتهم ان هم بيعيطوا يتحكوا في نفس اللحظة يعني في ثانية وبيعملوا الحكتين بمنتهى الصدق على فكرة يعني يعني يعيطوا بحرقة وين فجأة يتحكوا بنفس الحرقة لو اديتيله ده حتى وهم عمرهم شهور يا فاطمة يعني انت فاهمه قصدي يعني تلاقيه مثلا بيعيط ويتتحكوا تشيليه بس يبقى السيليك ويسكوا يبدو انت بزراير اخر حاجة بقى هو العناد اللي هو زي ما بيقوله ايه العناد سوء السلوك وهنا سوء السلوك بقى هنا لازم يبقى هنا عملية التعامل مع العناد مش منفصلة عن اعادة تأهيل سلوكيات الطفل ده بشكل عام يعني هنا وعادة دي بتحصل في الاطفال الاكبر شوية وهنا احنا مش لازم نفصل بقى فكرة العناد لأ ده هو هنا بقى الطفل بيبقى سلوك وسيء وغالبا هنا بيكون بقى يعني ايه فيه مثلا عنف فلما نلاقي مثلا طفل بيتصرف بعنف او بيتصرف بسوق سلوك غالبا ده بيكون عمر ما بتلاقي الاب والام ملايكة لا لا ما نقدرش نضحك على نفسنا مش ممكن يعني معاهم في تربيتهم في حاجاتهم بنتعلم الطفل بيتعلم مننا الكل بيتعلم مننا الاكل تعلم مننا العصبية بتعلم مننا الشخط بتعلم مننا العنف وهكذا فكرة كمان ان احنا نيقص الطفل في حاله يعني نيقص الطفل من نفسه زي ما بيقوله يعني انت ايه انت قليل الادب انت مش فهمة قصدي انت بسمعش الكلام انت انا ما بحبكش الجمل دي احنا لسه بنقول من ديقتين الاطفال بتتعامل مع معنى الجملة الحرفي مش معنى الجملة الضمني فلما الام تقول للطفل انا ما بحبكش انت مش هو شايف يا فاطمة انه هو من وجهة نظره خلي بالك انه لم يفعل شيء عظيم اوي يستحق يستحق الموضوع ده فبيحس ان مامته دي اكيد مبلغة او هو عمل حاجات كتيرة اوي مش موضوعية اولك على حاجة شهيرة اوي احيانا لو الاب والام ودي حاجة مثلا دايما نقولها انه لما يبقى بينكو خلاف او مشاحنات اوعوا توروا للاطفال بجد مش حتى ما تعودوش مأموسين وتكلموا بعض من من تحت الدرس ليه عارف فكرة الاطفال بيعتقدوا انه هم السبب بالزب يعني بيعفت بيتربى عندهم عقدة ده بيتربى عندهم عقدة ليه هو طول الوقت ده الطفل ده حاسس ان مامته مجهدة حاسس ان مامته دايما تقول له يبقى من انا فعشان كده فهو انتم متخنقين بسببي انت فاهم عصدي حضرتك قلت لي نصيحة الحلقة القبل اللي فاتت في الموضوع ده ونفعت معايا وانا بعد ما نطلع فاصل هحكي لحضرتك بقى وللمستبعين على الهواء الحمد انه في حاجة نفعت لا لا نفعت جدا معايا فاصل من رجعلك على طول خليكم معايا